لم يكن فريق تشابيكوينسي البرازيلي يعلم أنها الرحلة الأخيرة له وهو في طريقه لمواجهة فريق أتلاتيكو ناسيونال في مباراة الذهاب بالدور النهائي لبطولة سود أمريكانا حيث ترك الحادث المأساوي آثاره بعد أن تحطمت الطائرة من طراز PAA 147 تقل على متنها 81 شخصا تحطمت في كولومبيا قبل وصولها إلى مطار ميدلين ما أدى لمصرع 75 ونجاة البعض ففي ساعات فجر الثلاثاء وصلت أنباء المأساة حيث ارتطمت الطائرة بجبل قرب مدينة ميدلين ولم ينجو من الحادث الذي يعد أسوأ كارثة جوية في كولومبيا منذ عقدين سوى ستة أشخاص ورجحت الأسباب إلى عطل فني وبحسب مسؤولين في مطار ميدلين كانت الطائرة قد أبلغت عن وجود مشكلات كهربائية وأعلنت حالة الطوارئ قبل دقائق من وصولها إلى وجهتها وفي صباح اليوم التالي أثارت القصص المأساوية للفريق البرازيلي تعاطف العديد من الأندية العربية والأوروبية بعد وقوفها دقيقة حداد على أرواح الضحايا كما أرسل نادي أتلاتيكو ناسيونال الكولومبي رسالة إلى اتحاد الكونومي بول يطلب من خلالها تسليم لقب كأس كوبا سودي أمريكانا إلى النادي البرازيلي بعد تعرضه للحادثة ومن بين قصص الناجين المؤثرة نجى الحارس مع اثنين من زملائه في الفريق بالإضافة لصحفي ومضيفة طيران عقب الحادث وقام أحد الناجين بكتابة رسالة لطمأنة أصدقائه القلقين عليه بينما أكدت تقارير برازيلية بأن أول شخص وجدته قوات الإنقاذ الكولومبية فرق الحياة بعد ساعات قليلة من نقله إلى المستشفى وبعد حديث قصير دار بينه وبين زوجته التي وصلت إلى المستشفى في وقت لاحق ترجمة نانسي قنقر